بالنسبة للأهداف العامة للكورس الهدف الرئيسي بالنسبة لي أن اللي يتفرج على الكورس في نهايته يكون عنده قدرة أنه يتصور يكون عنده تصور شمولة أو صورة كاملة للعلوم اللي بتشارك في عملية التصميم والتصنيع والأدوات اللي بتتحها العلوم دي ويكون عنده قدرة في نهاية الكورس على أنه هو يستخدم الأدوات دي في تطبيقات على مستوى أعلى من مستوى البيجينرز شوية بحيث أنه لو عنده فكرة معينة في إدماغه وفكرة برودكت معين يكون عنده القدرة على أنه هو يصممها ويعمل لها فيجيولايزاشن أو ديجيتال بروتوتيبينج اللي هو يعني يصممها على الكمبيوتر ويطلع منها دروينجز ويروح لورشة ويصنعها أو يروح للمصنع يقول له أنا عايز أنتج المنتج ده وطبعا يعني يمر بقى بكل المراحل بتاعة تصميم المنتج من من اختيار الماتيريال وحسابات إجهاد وسميوليشن عشان يتأكد أنه مش هيحصل في المنتج بتاعه وما إلى ذلك من العمليات أو الخطوات اللي احنا هنتعرف عليها في السلسلة دا من الفيديوهات